عمليات التخطيط والتطوير الرائع اللي حضر رأيك بتتكلم عليه أعتقد على مستوىات كبيرة جدا وعلى مشاريع كبيرة جدا إزاي بتخططوا للكلام دو وحضر رأيك بتتكلم على فيه مواعيد معينة مثلا لنهاية مشروع مثلا شركة النادي الأهلي لقرط القدم يعني شركة السياحة فيها حضر رأيك حطين ديدلاين أو حطين بلاننج أو تايم بلاننج إن الكلام ده هيخلص إمتى؟ بوس هو حقيقة بيتولى كابتن وحمود اللي هو زي بالزبط كده إحنا من سنة زين كان كابتن وحمود خطيب عمل ورقة 13 آيتيم يعني ده الأعضاء المجلس بحيث كل واحد يكون شايف نفسه في الموضوع الفلاني ده إنه ممكن نعمل فيه شغل يعني وتم بعدها توزيعه علينا كلنا بوس حيك إحنا يعني فيه إدراك كامل جدا عندنا جوا للمجلس كمان فيه فرق بين عمل مجلس الإدارة والعمل التنفيذي يعني خلي بالك وفيه فترة فاية طبعا آه أكيد يعني إحنا وضع استراتيجيات تعيين المديرين سواء مديرين التنفيذي أو خلافه أو مديرين الفروع آه أه 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 أ ما فيش في النادي الأهلي يمكن يبقى في جالس مجلس الضرم مثلاً ونناقش مثلاً اللعيب الفلان ده لها بكويس ولا وحش أو ديهم الشغلين يعني يعني احنا مدركين على مدركين على مدركين ولا خاص بيك ولا معنيين بيه ده النادي الأهلي يعني فيه مدير فني بيشوف شغله فيه ناس مسؤولة ليكي اه تعينيهم وتحس بيهم يعني ده حق مجلس الضرم حق النادي وتقييمهم وكل حاجة إنما منطق اللي هو التشابك بين الحمد لله كل المجلس برئاس كابتن محمود يا مدركين الكلام ده وده برضو مثل الحمد لله نقييم شخصية النادي الأهلي الكاملة اللي موجودة في الرمز كابتن محمود